تفقم أزمة الكهرباء في الآوينة الأخيرة في بلد نفطي غني بالثروات التي لا تنضب من شماله إلى جنوبه وانخفاض معدل تجهيز المواطن العراقي من الطاقة الكهربائية إلى أقل من ساعتين يوميا في صيف لهب تجاوزت فيه الحرارة نصف درجة الغليان زادت من معاناة المواطن خاصة في ظروف الحظر الخاصة باحتواء جائحة كورونا فيما أشرت اللجنة القانونية نيابية إلى أن السبب الأبرز هو حيتان الفساد والجهة السياسية التي اعتاشت على عقود وزارة الكهرباء كل ذلك جعل المواطن العراقي أمام تساؤل واحد كيف الخلاص وإلى أين المفر؟ وهو ما أشار إليه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظم حين قال إن السنوات الماضية شهدت انفاق مليارات الدولارات على قطاع الكهرباء كانت تكفي لبناء شبكات كهربائية حديثة إلا أن الفساد حال دون ذلك إضافة إلى عدم قيام الوزارة السابقة بمشاريع الصيانة الأمر الذي فاقم من مشكلة الكهرباء في أصعب أزمة مالية واقتصادية يعيشها العراق العراق منذ عام 2003 لحد هذه اللحظة صرف أكثر من 62 مليار دولار على الكهرباء وبالنتيجة عدنا تحدي حقيقي بالكهرباء ليش لأن سوء التخطيط والفساد هو السبب الكاظمي وخلال لقائه وفد شركة سمنز الألمانية أكد دعم الحكومة لكل مشاريع تطوير الطاقة الكهربائية لنهض بواقع الطاقة والوقف على أهم المشاكل والعقبات التي تواجه هذا القطاع الحيوي والوصول لحلول جذرية لتذليلها فيما أوصى في وقت سابق بمتبعة المرحلتين الأولى والثانية من عقد الاتفاقية الإطارية مع شركة سمنز وزارة الكهرباء ألقت باللوم في عدم إجراء أعمال الصيانة على الأزمة المالية وعدم حصولها على تخصيصات من الموازنات التشغيلية والاستثمارية وعدم كفاية الأموال المخصصة للوزارة لإنقاذ مشاريع الطاقة في البلاد أزمة الكهرباء جددت شرارة التظاهرات جنوبي البلاد احتجاجا على ترد الواقع الخدمي وانقطاع التيار الكهربائي مطالبة بحل المشاكل المتراكمة منذ 17 عاما والحكومة مصرة على انتشال البلاد من واقعها السيء فهل سيجني الشعب قريبا ثمار هذه الجهود رغم الظروف الصعبة؟